اشهد سموه بجهود القائمين على النادي الذين واصلوا مسيرة التمييز فيه والتي اثمرت عن تحقيق نتائج مشرفة داخل وخارج المملكة مما عزز من مكانة هذا النادي لدى محبيه ومتابعي كرة القدم البحرينية جاء ذلك لدى استقبال سموه بمكتبه في قصر الوادي مع عليا الشيخ احمد بن علي الخليفة رئيس مجلس ادارة النادي المحرق واعضاء مجلس ادارة النادي والطلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال اللقاء على الخطط والبرامج المستقبلية التي سينفذها النادي خلال الفترة القادمة بما يضمن تطوير مستوى الفرق الرياضية ومنتسبها من الكوادر الادارية والفنية والرياضية بالنادي على الشكل الذي يدفعها للمشاركة المثالية والمنافسة في تحقيق المزيد من النجاحات منوها سموه باهمية مواصلة جهود التطوير ودعم الاجهزة الادارية والفنية في الاندية الرياضية في المملكة لتستمر في العطاء والتميز وتحافظ على المستوى العالي من الاداء والتنافسية من جانبه أكد معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق عن اعتزازه بلقاء سمو الشيخ خالد بن حمد منوها بجهود سموه ومتابعته ودعمه المستمر للرياضة البحرينية بكافة أشكالها مثمنا توجيهات سموه واهتمامه بمواصلة تطوير مستويات الاندية الرياضية والأداء بما يرفض القطاع الرياضية في المملكة وأشار إلى أن النادي يحرص على العمل وفق السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير مستوى الألعاب الرياضية بالنادي والرياضيين ترجمة نانسي قنقر